أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و بارك على نبينا محمد و على آله و أصحابه و التابعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أخوة الكرام السلام عليكم و رحمة الله و بركاته تكلمنا أخوة الكرام بأن الذي يدفع إلى التوبة أو يعين على التوبة بعد إذن الله عز وجل هو أن هذه الذنوب هي سبب في نزول العذاب فيريد الإنسان أن يفر من الذنوب المعاصي حتى يسلم من العذاب عياذا بالله سواء كان صاحب الذنوب فردا شخصا واحدا أو أمة أو مجتمعا أو بلدا كاملا فمن أراد الأمن و الأمان و الاستقرار و العافية فعليه أن يتخلص من هذه الذنوب فالذي يدفع أخوة الكرام أو يشجع على التوبة بعد إذن الله عز وجل هو أنه عندما يستشعر الإنسان أن الذنب هو 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 يعني مدام الإنسان في الذنب فهو في حالة خطرة جدا فهو معرض لأخذة الله عز وجل كذلك الذي يشجع للتوبة هو أن الله سبحانه و تعالى يفرح بتوبة عبده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب الراحلة الذي كان على راحلته فانفلتت منه يعني في أرض انفلت في صحراء فذهبت عنه هربت منه حاول أن يجدها تعب من أيسى من أن يجدها وعليها كل شيء بالنسبة له الزاد الماء الشرب الأكل كل شيء فيعني ثم جلسه تحت ظل شجرة ينتظر الموت يائسا من أن يجد راحلته فبفضل الله و منته أعاد الله تعالى له الراحلة يعني وهو فإذا بهذا الذي جلس تحت ظل الشجرة أخذه النوم فلما فتح عينيه واستيقظ فإذا بدابتي تقف على رأسه موجودة الدابة و أمامها كل شيء فمن شدة الفرح أخطأ فقال اللهم أنت عبدي و أنا ربك أخطأ من شدة الفرح يقول عليه الصلاة و السلام في هذا المعنى لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض انفلات فانفلتت منه و عليها طعامه و شرابه فأيس منها فأتى شجرة فاتجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي و أنا ربك أخطأ من شدة الفرح ثم أخواني يعلم الإنسان من خلال كتاب ربي رحمة الله عز وجل بعبده فالله تعالى كما قال إن الله بكم لرؤوف رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم فمهما كانت ذنوب الإنسان فإن الإنسان يعني يتلمس في رحمة الله عز وجل أن يرحمه سبحانه وتعالى أيضا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله تعالى يعني يقبل توبة العبد ما لم تبلغ الروح الحلقوم يعني ما لم تبلغ الروح يعني لأن الروح عندما تبلغ الحلقوم يعني بتخرج ويتوب الإنسان هنا لا تقبل توبته لا تقبل توبته لأنه إنما تاب خوفا من الموت لم يخف من الله سبحانه وتعالى ما تاب لله إنما خاف من الموت ولذلك كنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وأيضا مما يشجع على التوبة أن الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى فتح بابا كبيرا للتوبة هذا الباب مفتوح للتائبين للراجعين العائدين إلى الله عز وجل ولن يغلغ هذا الباب حتى تقوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فتح بابا قبل المغرب يعني من جهة المغرب عرضه سبعون أو قال أربعون عاما للتوبة ثم لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها تصور باب من أبواب التوبة أو باب باب ساعة الباب سبعون يعني سنة أو سبعون أو أربعون عاما هذا الباب مفتوح للتائبين يدخلون من خلاله من أراد التوبة فليدخل من هنا فهذا يعني الباب مفتوح ولن يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها يعني حتى تقوم الساعة كذلك يا إخوة الكرام الذي يرقب في التوبة ويدفع الإنسان إلى أن يتوب هو ساعة رحمة رب العالمين هو ساعة رحمة الله عز وجل الذي يعني مهما بلغت ذنوب الإنسان فإن الله يتوب عليه مهما بلغت كثرة الذنوب والمعاصي ورجع الإنسان إلى ربه تائبا فإن الله يقبل توبته يقول في هذه المعنى النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله تعالى قبل ذلك يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم و كذلك في الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أباري يعني لو بلغت الذنوب من كثرتها السحاب عنانا السماء يعني السحاب لو بلغت الذنوب السحاب ثم استغفر العبد ربه مخلصا له غفر الله تعالى له ذنوبه كلها فهذا أيضا أخوة الكرام يعني مما يشجع الإنسان على التوبة مما يشجع على التوبة أيضا أخوة الكرام كرم المولى عز وجل الله تعالى كريم تصور عندما تتوب إلى الله عز وجل فيمن الله سبحانه عليك فيحول سيئاتك حسنات فيحول سيئاتك حسنات يعني أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات كما يقول الله تعالى أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات ثم الحسنات نفسها الحسنات نفسها تذهب السيئات تغسل السيئات كما قال النفس الناس وأتبع السيئة الحسنة تمحها وأتبع السيئة الحسنة تمحها كذلك الحسنات تذهبن السيئات هذا موجود في القرآن أخبر الله تعالى عن ذلك لما قال الله تعالى وَأَقْمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْنَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين وَأَقْمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْنَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ هذه الأوقات الخمسة هذا الوقت يشمل أوقات الصلوات الخمس وأقم الصلاة طرفين نهاري وزلفا من الليل إن الحسنات يذهب للسيئات ذلك ذكرى للذاكرين فحقيقة أخواتي الكرام من أجل النعم والمنى أن يكفر الله تعالى على عبده وأن يبدل الله سبحانه وتعالى سيئات العبد إلى حسنات يعني الحسنات أخواتي الكرام أيضا كلها يعني الحسنات في الآية هذه إن الحسنات يذهب للسيئات ذهب العلماء في تفسيرها أعني تفسير الحسنات ما هي الحسنات هذه إن الحسنات يذهب للسيئات ذهب العلماء إلى أن الحسنات هذه هي الصلوات الخمس هي الصلوات الخمس لأن الله تعالى قال وأقم الصلاة طرفين نهاري وزلفا من الليل قال العلماء طرفين نهار وزلفا من الليل هذا الوقت كله يشمل الصلوات الخمس فمن هنا قال العلماء إن الحسنات التي يحصلها الإنسان من خلال الصلوات فهذه الحسنات تذهب السيئات و هذا هو يعني أنا أرى أنه هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أكثر من آية أو في أكثر من حديث بأن الصلوات نفسها تذهب السيئات كما مر معنا أخوة الكرام في حلقات مضت يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وسجودها وخشوعها إلا كانت كفارة لمقبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة و ذلك الدهر كله فهذه الحسنات في الآية إن الحسنات يذهب للسيئات الحسنات هذه هي الصلاوات الخمس أيضا هناك دليل آخر على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل و قال يا رسول الله أصبت قبلة من امرأة يعني قبل امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلي معنا صلي معنا فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم و بعد الصلاة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السائل فقال إن الله تعالى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سعالى كفر عنه ذنبه هذا بهذه الصلاة التي صلىها فأنزل الله تعالى و أنزل الله تعالى هذه الآية التي نحن بصددها و أقم الصلاة طرفين النهار و زلفا من الليل إن الحسنات يذهب للسيئات فقال الرجل الرجل قال بعد ذلك ألي هذا يعني هذا لي وحدي أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمتي كلهم لجميع الأمة من أراد تكثير السيئات فعليه بهذه الصلاة كذلك أخوة الكرام عندنا أحاديث تبين فعلا أن هذه الصلوات هي مكفرة للذنوب حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس و الجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبار يعني إذا اجتنبت الكبار هذه تكفر هذه الصلوات و الجمعة و رمضان مكفرات لهذه الذنوب فكان جدير بالإنسان أن يحرص على هذه الصلاة فيحسن وضوءها و سجودها و ركوعها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ أخوة الكرام هذا الفاصل و نعود إليكم إن شاء الله اللهم اجعلنا هداتا مهتدين مرحبا بكم أخوة الكرام مرة أخرى تكلمنا أخوة الكرام أقول لكم بأن مما يدفع أو يحث الإنسان على التوبة هذه الرغبة أو هذا الكرم الرباني و هذه البشارات النبوية التي يبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم منها كما قلنا سبحان الله أخوة الكرام لو تفكرنا أن من كرم الله عز وجل على عبده و من لطف الله سبحانه و منته العظمة أن الإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يبدل هذه السيئات إلى حسنات تصور أن الله تعالى من كرمه يبدل هذه السيئات إلى حسنات هذا موجود في القرآن يقول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات و كان الله غفورا و رحيم و سبحان الله أخواني هذا كرم ليس بعده كرم أن الله تعالى يتفضل بأن يحول السيئات إلى حسنات يعني بدل ما كانت هذه السيئات يعني تحرج الإنسان في ميزان سيئاته تحولت إلى ميزان حسناته فرفعته عند الله عز وجل من كرم الله سبحانه وتعالى و كذلك يعني نحن أهل الإسلام بفضل الله تعالى يعني عندنا ما بفضل الله ما يكفر السيئات بميسور الحال ميسور كثير يعني حتى هذه الصلاة حتى مشي الإنسان حتى الشوكة يشكها الإنسان بسببها يغفر له ذنبه يقول عليه الصلاة و السلام يعني انظر إلى عظمة الصلاة هذه و هذه أخواني يدفعنا إلى أن نهتم بهذه الصلوات التي فعلا يعني يكفر الله تعالى بها السيئات و التي هي يعني دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة و السلام من تطهر في بيته من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائضه من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة و الأخرى ترفع درجة رواه مسلم يعني إذا تطهرت في بيتك أحسنت الوضوء أتممت الوضوء السابق الكامل ثم ذهبت إلى بيت من بيوت الله بنية أن تؤدي فريضة من فرائض الله فإن خطواتك هذه خطواتك التي تمشيها إلى المسجد إحداهن تحط عنك الخطيئة و الثانية ترفع لك الدرجة عند الله عز و جل و ليس شرطا أخواتي الكرام إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مشى إلى بيت الله قد تمشي في سيارتك و تذهب راكبا يعني و قد تمشي على رجليك قدميك المهم أن الله تعالى على لسان نبي صلى الله عليه وسلم بشرك بهذا أن الله سبحانه وتعالى أن خطواتك إلى بيته بيت الله إلى البيت الله لأداء الصلاة هذه خطواتك إحداها تحط عنك الخطيئة و الثانية ترفع الدرجة كذلك أخواتي الكرام يعني مما يحث على يعني على التوبة إلى الله عز و جل أن الإنسان أخواتي الكرام إذا فعل حسنة واحدة يكتبها الله تعالى يضاعفها و هذا يضاعفها الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن يضاعفها فالحسنة لا تكتب لك حسنة واحدة لا تكتب لك حسنة واحدة إنما تكتب لك حسنات في الجنة يعني تضاعف لك الحسنة في صحيفة حسناتك الحسنة بعشر أمثالها انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول من قرأ حرفا من كتاب الله من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف عشر حسنات الحرف الواحد تقرأه أنت لك عشر حسنات لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهذه من خصائص هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى أعطاها أن الحسنة إذا فعلها العبد المسلم أو الأمة المسلمة فإنها لا تكتب في الصحيفة حسنة واحدة إنما تكتب عشر حسنات كذلك أخوة الكرام مما يدفع إلى التوبة من الذنوب ويحث الإنسان على أن تخلص من الذنوب بفضل الله ومنته هو إخوة الكرام سهولة التخلص من الذنب سهولة التخلص من الذنب والتبرؤ منه ليس على المسلم أن لا يكون عند التوبة إلا أن شروط التوبة المعروفة أنه يقلع عن الذنب ويندم على ما فات ويعزم على أن لا يعود إلى الذنب ثم إن كانت حقوق للناس فإن يضاف هذا الشرط الرابع أنه يرجع هذه الحقوق إلى الناس أو إلى أهلها أو يستسمح منهم فأقول بأن الذي يعني يشجع على تكفير السيئات هو سهولة التخلص من الذنب نحن أهل الإسلام أخوة الكرام يعني إذا من الله تعالى على عبده بالتوبة فإن ليس عليه إلا أن يفعل هذا أنه يتخلص من الذنب الآن فورا وأن يندم على ما فات عليه وأنه يعزم على عدم العودة إلى الذنب و الشرط الرابع أنه يعيد الحقوق إلى أهلها إن كان عنده حقوق للناس قد يقول القائل في شروط التوبة يعني أنا أريد أن أندم على الذنب ولكن لا أستشعر هذا يعني لا أجد هذا أنا أقول لك إذا أردت أن تستشعر هذا فضع نفسك يعني تريد أن تستشعر الذنب و خطورة الذنب اقرأ عن الذنوب في القرآن اقرأ عن الذنوب في السنة ماذا فعلت الذنوب بأهلها أهل الذنوب أين وصلوا كيف يعني عاملهم الله تعالى ألم يأخذهم الله وأخذ عزيز المقتدر ألم يخسروا الدنيا والآخرة بسبب ذنوبهم ألم يعني يدمر الله تعالى القرى والبلدان والأمم بسبب الذنوب يعني أنظر إلى كيف تحرج الذنوب أصحابها بين يدي الله تعالى عندما يعني يؤخر الإنسان يعني حتى أخواني الذي عليه شيء من الذنوب من المسلمين كما هو في عقيدة أهل السنة الكرام بأن يعني إذا مات الإنسان وعليه الذنوب فأمره إلى الله إن شاء عذبه و إن شاء غفر له فالذين يعذبون من المسلمين من الموحدين في جهنم يسمون بالجهنميين أنهم يعني أن الله سبحانه وتعالى يعذبهم على ذنوبهم حتى يكون الإنسان مثل الفحم ثم يأخذ في جهة من النار كذا و ينام هذا نومه هذه النومة تريح من ألم النار و من حر النار ثم يأخذه الله تعالى و يستخرجه من النار و يغمسه في طرف نهر من أنهار الجنة فينبت كما تنبت النبتة أو البقلة و ثم يعني يذهب بعد ذلك إلى جنات النعيم و يعود من جديد و يعطيه الله تعالى سبعة أضعاف ملك الدنيا هذا أقل أهل الجنة فإذا أردت أن تستشعر الندم انظر إلى الذنب كيف يفعل بصاحبه انظر إلى الذنب حتى لو استشعرت الذنب فقط في الدنيا كيف يفعل بصاحبه هذه الأرزاق التي تضيق بسبب الذنوب و هذه العراقيل التي توضع في طريق الإنسان بسبب ذنوبه و هذا و عدم التوفيق بسبب ذنوبه و هذا الضيق الذي يجده في صدره و هذه النفسية و الحالة النفسية المتردية بسبب ذنبه و أكثر من هذا استشعر هذا سوف تعرف أن الذنب فعلا جدير بأن يتخلص منه الإنسان و أن يندم على أنه ارتقب هذا الذنب فما يعين على تكثير السيئات أخوة الكرام و ما يعين على التوبة هو سهولة التخلص من الذنوب بعد إذن الله عز وجل لهذه الأمة أقول هذا لأن الأمم الأخرى كان التوبة عندهم إن صح التعبير نقول مشكلة صعبة جدا لأن الله تعالى أخبر عنهم أن الذي يريد أن يتوب لا بد أن يقتل نفسه عندهم الذي يريد أن يتوب من الذنب لا بد أن يقتل نفسه كما قال الله تعالى في سورة البقرة و إذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم فكانوا يؤمرون بقتل أنفسهم يقول الطبر رحمه الله ينقل عن بعض الصحابة أن الله تعالى يرسل عليهم ظلمة يعني أو غبار أو ظلمة لا يرى بعضهم بعضا و كل منهم يحمل الخنجر و يقتل من يشل كل يقتل الآخر حتى إذا لما انقشعت التوبة لما انقشعت الظلمة فإذا في الموتى سبعون قتيلا سبعون قتيلا فأقصد أخوة الكرام بأن سهولة التوبة عند في أمة الإسلام سهلة جدا هي هو الذي يشجع على التوبة بينما والتخلص من الذنوب بينما الأمم الأخرى عليها من الأسر و الأغلال كما أخبر الله سبحانه و تعالى فهذه الأثقال أحملها الله تعالى أو ألقاها عن أمة الإسلام كذلك مما يشجع على التوبة التفضل الله سبحانه و تعالى يعني بأن هذه الذنوب يعني تذهب العافية و تذهب السلامة فبلاء الذنوب و المعاصي بلاءها يذهب السلامة و العافية و تحرق أصحابها فجدير بالإنسان أن يتخلص منها إذا كانت هذه الذنوب ستؤذيني و إذا سوف تؤذيه و سوف تعرق له مسيرته في الحياة و سوف تعرق المسيرته في الدار الآخرة فجدير يعني أن يتخلص منها و ينهيها و يبتعد عنها يعني كما قال النبي صلى الله عليه و سلم أخبر حديثنا ذكرنا تحترقون و تحترقون حتى إذا صليتم و عددت صلوات كلها صلى الله عليه وسلم فهي التي تقصل الذنوب أسأل الله سبحانه و تعالى لي و لكم التوفيق و السداد و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم و الحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون القرآن و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر